مرحبا بكم مشاهدينا وحصاد عام 2022 والذي سنستعرض فيه اليوم ملف المغيبين قصرا الذين اختطفتهم الميليشيا واعترفت أحزاب السلطة بمقتلهم وسط محاولات لإفلات الجنى من العقاب ففي أحدث تصريح وصف رئيس البرلبان الحالي محمد الحلبوسي المغيبين بالمغدورين وهو ما اعتبره مرصد أفاد الحقوقي بأنه إعلان رسمي حكومي بإعدام آلاف المغيبين على يد الميليشيات فيما دعا أهالي المختطفين الحلبوسي بعدم التستر على الحقيقة وتسمية الأسماء بمسمياتها الحلبوسي لم ينفرد بالتصريح بشأن مصير المغيبين ففي حزيران عام 2021 أخبر الكارمي قادة كتل سياسية خلال اجتماع المغلق أن ينسوا قضية المغيبين ولمح لهم بأنه يعرف الجهات التي غيبتهم ودعاهم لإبلاغ عائلات المختطفين بذلك أيضا الميليشيات الولائية ولجنة الأمن والدفاع النيابية وأحزاب مقربة من إيران رفضت إطلاق تسمية المغيبين ونعتت الآلاف من المختطفين بأنهم دواعش وتكفيريين وهو ما اعتبرتهم منظمات حقوقية اعتراف ضمني بأن الميليشيات قتلتهم وأعدمتهم ميدانياً بدوافع طائفية وهو ما دفع المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان لاتهام الحكومة بإتاحة عمليات الإخفاء القسري ضد العراقيين عبر تأسيس ميليشيات خارجة عن القانون مركز جينيف الدولي للعدالة اعتبر تزامن تصريحات قتل المغيبين بعد أسابيع من زيارة اللجنة الأممية المعلية بملف الإخفاء القسري والذي وصفته بالمأساوي هو محاولة حكومية للتخلص من عباء هذا الملف وغلقه عبر تقديم التعويضات المالية لذوي المغيبين وهي المحاولة الثانية بعد شرط قرلماني سابق حاول فيه ابتزاز عائلة المختطفين للتوقيع على وثيقة يعترفون من خلالها أن ابنهم قد استشهد أو توفي مقابل مبلغ مالي يمنح لهم مستغلين حالة الفقر المتقع التي يعيشونها ومع الحديث عن تصفية المغيبين تؤكد مصادر صحفية وجود أكثر من 190 مقبرة جماعية في المحافظات المنكوبة بعضها عثر عليها في أماكن كانت مع عسكرات الإبنيشيات إبان العمليات العسكرية فيما تماطل الحكومات المتعاقبة في فتح تلك المقابر أو إجراء فحص الـ DNA بذريعة عدم وجود تخصيصات مالية وهو ما سبق وثقته منظمة هيومد راتس ووش بشأن العثور على مقابر جماعية تضم رفاته 500 جثة على تخوم الفلوجة وبالقرب من السقلاوية والتي خطف منها نحو 700 رجل وما بين قتل وتغيب قالت اللجنة الأممية المعنية بحالات الأخفاء القسري في العراق في تشرين الثاني المنصر خلال اجتماع لها في نينوة قالت إنها حصلت على معلومات وبالأسماء عن السجون السرية التي تديرها بيليشيات تابعة لإيران والتي من المرجح أنها تحتجز داخلها آلاف المغيبين منذ سنوات نبقى مشاهدين مع ملف المعتقلين المتخم بالانتهاكات الحقوقية حيث أثار أعلان وزارة العدل بناء سجون جديدة لمعالجة اكتظاظ الزنازين حالة من الاستهجان لدى ذوي المعتقلين بعدما كانوا يأملون بإعادة التحقيق بقضايا أبنائهم الذين زجوا في السجون بناء على وشاية المخبر السري وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب الشديد ورغم تشكيك منظمة العفو الدولية بنزاهة القضاء في العراق والأحكام التي يصدرها دعا تحالف الفتح المقرب من إيران إلى تنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين لتقليل نفقات السجون وجاءت هذه الدعوة عقب كشف لجنة النزاهة النيابية عن فساد الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل لإطعام السجناء انتهاكات حقوق الإنسان في العراق باتت صفة متلازمة لنظام سياسي غارق بالفساد حيث استمرار لظاهرة الإفلات من الأقاب على أعمال القتل والأخفاء والاختطاف والتغييب والترهيب التي يتعرض لها المدنيون هي أبرز سمات العراق الجديد وفق أحدث تقرير أصدره هذا العام مكتب حقوق الإنسان أتابع للأمم المتحدة كان هذا استعراضا سريعا لأبرز ما يخص ملف المغيبين قصرا الذين اختطفتهم الميليشيات في العراق شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وإلى لقاء آخر